ولا يجوز لأحد أن يفتات على الله عز وجل ما ليس له به علم لأن القول على الله تبارك وتعالى لا سيما في صفاته الكريمة قول ملء الفم وأمر جلل وخطب جسيم لا يجوز لأحد أن يقتحم أو أن يتقحم هذه الهوة الصعبة التي كما قلت لا يجوز لأحد أن يتقول فيها إلا ببرهان ساطع ناصع لا يجوز لأحد أن يصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو نعته ووصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلم الناس بالله فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن نقف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله عز وجل صفات نحن نقف عندها لكن لا يجوز لأحد أن يؤول صفة من صفات الله عز وجل بعقله ولا بمخه بل كما قلت نحن نتقفى الأثر في الصفات وفي قول على الله عز وجل لأنه كما قلت هذا أمر جلل وخطب جسيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث معاذ الذي راه الشيخان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول ما حق الله على العباد قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا وحق الله عز وجل على العباد أن يعبده الناس حق العبادة وأن يفردوا له تلك العبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا هو مراد الله عز وجل من الخلق أن يأتوه بقلب سليم وأن يأتوه بعمل صادق صالح فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لأن كثير جدا يخونا من العقائد المنحرفة يؤولون صفات الله عز وجل هو عايز يخرج من مشكلة بيقع في مشكلة أكبر طيب هذه الصفات كما قلت نحن نمرها كما جاءت عن الله طالما أن النبي موصف لناش معنى هذه الصفة نحن نقف على ما وقف عليه لأننا كما قلت نحن نتقفى أثر النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء وكما قلت هو أعلم الناس بالله قال إنما أنا أخشاكم لله وأعلمكم به يبقى النبي عليه الصلاة والسلام طالما أنه لم يفسر أو يؤول لنا صفة من صفات الله فلا يجوز لأحد من أحد الناس أن يتقول على الله عز وجل ما ليس له به علم لأن القول على الله تبارك وتعالى شديد لا سيما في صفاته سبحانه وتعالى ما ينفعش حد يؤول صفة من صفات الله تبارك وتعالى بعقله ولا بفكره ولا بمنطقه لأنه كما قلت هذا أثر نحن نتقفى الأثر في هذه المسائل خاصة فربنا سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه صفات في كتابه نحن نقف عند هذه الصفات طيب إزاي بقى الصفات دي الله أعلم